أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة شدد مدبولي على متابعة ورصد الحكومة موقفاً خفاض الأسعار تنفيذاً للتوجهات الرئاسية في هذا الصدد واتساقاً مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع وفي سياق آخر أكد مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية اشتركوا في القناة